علنت حكومة الإسرائيلية موافقتها على إعادة فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال قطاع غزة والاستخدام المؤقت لميناء أزدود في جنوب إسرائيل وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن مجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمنية وافق في اجتماع على خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع كما وافق المجلس كذلك على زيادة المساعدات القادمة من الأردن من خلال معبر كرما بوسالم يأتي ذلك بعد مطالبات أمريكية بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع